فيلمنا النهاردة إصدار 2024 يعني كله أكشن وضرب وحاجات بتطير من اللي بيحبها قلبك انتو معارفين الجماعة دول الأكشن بتاعهم ولا في الخيال بيبدأ فيلمنا مع الظابط الشجاع كاتيال واللي بيكون تابع لفرق التدخل سريع وحياته كلها أكشن ومخاطر وأي إرهابي قدامه بيموته عشان كده فضل يترقى لحد ما بقى هو قائد الفريق وأخذ كم ترقية كده وبعد ما بيخلص كاتيال كل مهم بيرجع يتطمن على ابنه أرون واللي كان موهوم قوي بجو الجيش وضرب النار والحروب دي وكاتيال هو كمان بيفضل يحكي لكل بطولاته لحد ما أرون بيحب الجيش وبيبقى نفسه يدخل في أول فرصة لحد ما في مهمة بياخد الحج كاتيال الكبير وصاصة تجيب أجله وبيرجع بقي فرقيته وهم زعلانين ومعاهم كاتيال بس المرة دي فتبوت وأول ما بيفتح أرون الباب بيعرف طبعا أن أبو مات وبعد ما بتتعامل الجنازة العسكرية والناس تعيط والناس تعيط ويولعوا في الجثة والدنيا تبقى تمام بيروح أرون ياخد بدلة أبو العسكرية والبري الأحمر بتاعه ولو ما تعرفش يعني إيه بري دا اللي هو الطائية اللي بيلبسها الجيش خاصة لو حمر يعني المهم أن أرون من يومها بيقرر أنه لازم ياخد حق أبوه والراجل كده كده بيحب الجيش فأنت أكيد فاهم بقى اللي هيحصل في سنة 2001 كان خلاص أرون دخل الجيش وبأقل ناوس كمان قد الدنيا والمرة دي كان عنده مهمة على حدود الهند وبنكلاديش كده فحتى محدش يعرف أنها موجودة هناك كان في شوية إرهابيين عايزين ينفزوا مهمة ويفجروا ويعملوا ألأ بس فرقة أرون قطعت عليهم وعملت الواجب وده اللي خلى بقى الإرهابيين يستخبوا في شواء الناس وياخدوا منهم رهائن كمان وورني بقى مين هيعرف يضرب النار علينا بس طبعا لأن أرون لوحده كتيبة ويقدر يقوم بأي حد فبياخد بعضه كده وبينط على البيت ده من فوق ولما بينزل بيفضل يتسلى على الإرهابيين بقى واحد ورد تاني لحد ما يقتلوا منهم اتنين بس بعدها سلاحه بيقع تفتكر ده هيفرق مع أرون وعلى كأن أي حاجة حصلت بيفضل مكمل ضرب فيهم بإيده لحد ما بيدخل عليهم واحد بسلاح فبيستخب أرون ورى المكتب لحد ما الراجل سلاحه بيخلص وبيطلع أرون بيعمل معاهم الجلاشة بس بينجح اتنين منهم يهربوا وبياخدوا معاهم طفلة رهينة فبيطلع أرون جاري وراهم من البيت بس برضو ما بيقدرش يضرب نار عليهم عشان ممكن يقتلوا الطفل فبيكمل جاري بس الاتنين بيضربوا علي نار وبتنفجر كومبلة بتوقعوا على الأرض وبيبقى مش سامح حاجة ولا شايف قدامه بس برضو بيقرر انه لازم يكمل ويخلص عليهم كلهم وبما انه مش هيقدر يضرب نار على الناس بدل ما يقتله الطفل الصغير ويفضل بقى شايلهم طول الفيلم ويقرفنا معاه بيقرر بقى انه يضرب نار على مطور القارب اللي الإرهابيين بيحاولوا يهربوا به وفعلا القارب بيقف وقبل ما حد يسأل ايه اللي بيحصل كان أرون ناطط على القارب ده وماسك الأول رمي في المية وماسك التاني وقتله وبكده تبقى نجحت مهمة كمان من مهماته والراجل محدش قادر عليه بس كالعادة يعني لما بيرجع بعد الفرهدة والحروب وضرب النار ده كله بيلاقي بريام اللي هي خطبته منك كده عليه ومأموصة منه عشان ما بعت لهش جواب وهو بيحارب وبيضرب نار لأ أرون غلطان برضو كان المفروض يبعت اي جواب كده من بنجلاديش على ما يخلص حرب المهم ان أرون كان متعود على النكت ده فبياخد بريام على قد عقلها كده وبيفضل يتفسح معاها وفي النص عادي يعني بيروح على قبر أبوي يطمن على الرفات بتاعه يمكن يكون حد وديهم هنا ولا هنا وبيكمل حياته والدنيا بتبقى ماشية معاه حلو رومانسية طول اليوم حتى وهو في التدريبات بيشوف بريام والدنيا جميلة يعني تفتكر المخرج يسكت ويسيف الدنيا ماشية كده لأ طبعا مستحيل الإرهابيين بيظهروا تاني بس المرة دي بقى مش بيخطفوا عيل وبيجرو بيه لأ دول بيخطفوا طيارة عليها سفير بنفسه وبما ان بريام دي كانت شغالة في الصفارة فهي اللي بتتولى أحوال التفاوض مع الإرهابيين واللي ما كانوش يعرفوا لسه أن أصلا أروم معاهم على نفس الطيارة ولما بيحس كده أن الوضع مش نافع بيعمل نفسه عاوز يدخل الحمام وهناك بيعرف يسرق سجارة من واحد من الإرهابيين وبيرجع يقعد مكانه تاني جنب السفير وقالك إنه عمل حاجة وبتتصل بريام بالطيارة وبتقول اللي خطف الطيارة خير عايز إيه انت كمان ما كلهم بيبقوا عاوزين طيارة وبيقول لها على طلباته وبتقولوا إنها هتزبط وترد عليه أو يعني هتشوف مع القادة بتاعها ولما يوصلوا الحل هتقولوا عليه في الوقت ده كان أرون مش قاعد ساكت وبياخد السجارة اللي كان سرقها وبيفتح حتى كده جنبه في جسم الطيارة وبيرمي فيها السجارة وبيولع كمان فيها بالولاعة طبعا سيادتك هتسأل إزاي عرف يطلع بالولاعة الطيارة عشان ده سؤال ما يصحش يعني بقول لك الطيارة عليها إرهابيين وسلاح وكانوا من شوية مولعين سجارة فعادي بقى ما تمسكش انت قوي كده في الولاعة المهم من اللي أرون عمله ده بيعمل حريقة في سلوك التشغيل بتاعة الطيارة ولما واحد من الإرهابيين بيحس إن في حاجة غلط بيروح على أساس إنه يهدد أرون فأرون بيضربه من غير محد يبص بعد كده بيعمل نفسه البريء واللي ما يعرفش أي حاجة لحد ما الإرهابيين بيجيبوا أخرهم وبيقرروا إنهم يقتلوا رهينة كل شوية لحد ما الحكومة تنفز لهم طلبتهم وعلى حظهم الرهينة اللي بياخدوها عشان تكلم بيريام كان هو أرون المشكلة بقى إن بيريام بتتصدم لأنها ما كانتش تعرف إن أرون معاهم على الطيارة وبيفضل أرون يقول لها معلومات الإرهابيين في نص الكلام كده من غير محد ياخد باله لحد ما الحكا اللي كان أرون عاملها بتطلع دخان وبتدي إنذار للطيارة عشان كده بيقرر إنه يهبط هبوط الطراري والدنيا بتقلب فوضى على الطيارة بس أرون بيعرف يفتح باب للركاب عشان يخلعوا منه وده على ما يشوف هو الإرهابيين دول عاوزين إيه بالزبط بس بعد شوية ضرب كده من أرون حاول إنه يخلص على الإرهابيين فمعرفش وكانوا أكبر الطيار إنه يطير تاني بالطيارة وحتى أرون الوحيد اللي كان ممكن يوقفهم بياخد ضربة بترميه برى الطيارة وكمان بيقع على الأرض والكل بيتصدم لإن أرون ده كان آخر أمل للهند غير كده الإرهابيين محدش هيعرف يقف قدامهم وبيحاول أرون إنه يجري ورى الطيارة ويلحقها بس طبعا ما بيعرفش وبكده يكون طبعا فشل في مهمته فشل زريع والإرهابيين بيقتلوا السفير وبيبعتوا الهند في شوال وبرضو بيتعملوا الجنازة العسكرية والدنيا بتتقلب وبعد الجنازة بيفضل الصحفيين يسألوا أرون إيه اللي حصل وهل هو فعلا السبب في موت السفير بالطريقة دي فبيقولهم إنه عمل اللي يقدر عليه وده أخره بقى لو كان يعجب يعني بس طبعا أرون بعدها بيتحول للتحقيق وبيتحقق معي بتهمة التقاعص عن العمل إزاي معلش يعني تبقى لوحدك وبتحارب خمس إرهابيين معاهم سلاح ناري وتخسر لا يجد عدم تفضحت الهند اللي كانوا بيدخلوا وسط المدينة كاملة بالسلاح يخلصوا عليها المهم يعني إن المجلس اللي بيحقق معي قرر فصله من الخدمة ومهما حاول هو وأوبريام إنهم يدفعوا عنه برضو كان دهو والحكم الأخير ورجع أرون على بيته وهو منهار وفضل يفتكر كل الزكريات من أيام ما كان أبو بيلبسه بدلة الجيش والحد دلوقتي وبعد كام يوم قرر إنه يحاول يلاقي شغل ويستقنف قضيته بس طبعا كله كان بيرفضه عشان اسمه إنه فشل في تأمين السفير وتسبب في قتله ده كمان بريام بتقوله طريق السلام أنت أنا مش عايز أكمل معيك وبتسيبه وبتاخد حاجتها وبتخلع بعدها بقى أرون بيفضل متابع الأخبار لحد ما بيعرف إن رئيس الوزراء رايح باكستان يعني أحلى شغل للإرهابيين بياخد بعضه وبيطلع على المطار يمكن يلاقي أي حاجة تخليه يشوف وفعلا بالصدفة كده في المطار بيخبط في واحد من غير ما يعرف مين ده وبيقع منه تسكرة وموبايل على أسامي كمواحد إرهابي طلعين الطيارة فبيدي التسكرة للموظف عشان يطلع على الطيارة يشوف مين اللي بيبعت الرسائل دي ومين أصلا الراكب اللي مطلعش الطيارة في الأول كان شاكك في واحدة عند جنبه وبيخلي المضيفات يطلبوها عشان يفتش الشنطة برحته بس بيكتشف إنها بريقة وبيفضل يرقب يمين وشمال لحد ما بيلاقي واحد أقرع ونزهي عمل كل شوية يدخل الحمام ويطلع تاني فبيقول أكيد ده مريب يعني مين هيبقى عاوز يدخل الحمام كل ديقتين في الطيارة وبيدخل بعدها الحمام وبيفتش فيه لحد ما بيلاقي الحاجة اللي الأقرع كان سيبها بس طبعا الأقرع كان فاهم اللي بيحصل وبيروح له عشان يضربو بس المشكلة إن أرون بيتغيب علي شوية وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيغم عليه وطبعا لإنه كان عاوز يعرف منه معلومات أكتر بيجيب دكتورة عشان يفوقو بس زي ما قلت لك أرون كان يتغيب علي حبتين والراجل مات فبياخدوه يحطوه في شنطة موتة وبيرموه في مكان الشنط بعدها بقى بتتواصل المضيفة مع القوات الجوية وبتقولهم إن في إرهابيين معاهم على الطيارة وإنه في واحد منهم مات وهو بيحاول إنه يفجر الطيارة وأول ما الزابط بيلاقي إن أرون هو اللي بيرد عليه بيقوله طلع إنت نفسك من الحوار ده عشان إنت سوا بقى كتير وآخر مرة حاولت إنك تنقص طيارة خربت الدنيا وإحنا مش عاوزين دوشة يعني وصداعه المشكلة بقى إن الزابط بيبلغ الطيار إن أرون ده أصلا مش على قوتهم ولازم يقبضوا عليه ويطلعوا برى الحوار لأنه غير مؤهل إنه يتعامل مع حاجة زي دي وفعلا بيطئبض عليه والمضيفة بتبقى فكرة إنها كده بتعمل الصح ما تعرفش أصلا إن أرون ده هو أملهم الوحيد وطبعا بيقدر يخلع من اللي مسكينه دول وبيقولهم أنا مش عاوز تخلف الطيارة دي مخطوفة وعليها إرهابيين وإحنا لو فضلنا أغبية كده هينفخونا بعد ما بتتأكد القوات إن الطيارة فعلا مخطوفة وبما إنها ريحة على باكستان اللي أصلا رئيس الوزراء الهندي موجود فيها وشكلها كده هتبقى عملية إرهابية محدش يقدر عليها وبما إن بريام كانت تترقت وبقت بتطلع بعسات دبلوماسية فبتقول لرئيس الوزراء أنا مش عايزة يبقى وش فقرة عليك يعني بس الطيارة اللي طلعت من الهند وجاية على هنا تخطفت من إرهابيين وإنت أحسن لك تستخب عشان لو حد شافك هينفخك المرة اللي فاتت جد على قد سفير غلبان وعملنا جنازة عسكرية والدنيا تلمت إنما أنت لو مدت الدنيا هتتقلب ومش هنعرف نلمها المهم إحنا كل ده ما كناش عارفين مين اللي خطفت طيارة أصلا مدى قرعوا النزه ده خلاص ميت فأكيد بقى كان شغل مع حد أكبر منه المهم إن فجأة واحدة بتصوت عشان لقيت تحتها شنطة فيها متفجرات ولما بيحاول أرانيو صلها بيقع عشان الطيارة بتفضل تتحرك حركات غريبة لحد ما بيطلع مساعد الكابتن اللي هو زعيم الإرهابيين اللي خطفين الطيارة وبيقتل الطيار الرئيسي وبيقول لهم دلوقتي مفيش حل غير إنكم تسمعوا الكلام عشان بيصطلع عن نبي كده محدش هيتير بيكم لو أنا مد والطيارة هتقع وبيحاول أران إنه ياخد منه المسدس بس بياخد طلقة في دراعه وزي ما انت عارف الطلقة الوحدة دي عمرها ما عملت حاجة مع الهنود يعني بعد شوية ضربه وعجني بين أران وبين الطيار الطيارة طبعا كانت هتتقلب عشان محدش سايق بس الطيار بيعرف يخلع بعد ما بياخد رهينة وبينزل بيها عند الشونط وبيسيب لهم الطيارة بقى يتصرفوا هم فيها بمعرفتهم مدام هم جمزين قوي كده وعلى طول بتروح المضيفة ومعيها واحدة عندها شوية خبرة في حوار الطيارة ده عشان يتحكموا في الطيارة إنما أران بينزل ورا الطيار يدور عليه لحد ما الطيار بيغفله وبيطلع من وراه بالمسدس بينزل اللي اتنين طحن في بعض بس الطيار كان لابس قناع أكسوجين عشان الهوى تحت قليل ده غير إنه بيفضل يدرب أران في كدف المصاب لحد ما بيوقاه على الأرض وأران ما كانش قادر يتحرك لحد ما بياخد باله إن في سلك كهرباء جنبه فبياخد السلك وبيوصل للطيار شوية كهرباء كده يعقل ويسيبه من الهبل اللي بيعمله بس برضو الطيار بيفضل مصمم يكمل ضرب بس المرة دي أران بياخد منه المسج اللي فرحان بي ده وبيقول له ندرب بعض راجل لراجل بقى وفي نص المدعكة دي بينزل زرار الطوارئ وبيخلي الطيار واقف مش شايف أي حاجة وبيخلع منه وبيروح يجيب المضيفة اللي عمالة تساعده دي وبيقول لها إن اللي حصل ده خطف للطيارة ولازم هم اللي يتصرفوا قبل ما الدنيا تخرب وبيلبسوا هم اللي اتنين قناع أكسوجين عشان يعرفوا يتحركوا في المكان ده برحتهم والدنيا تبقى حلوة بس المشكلة بقى أن المضيفة دي غدارة وبتطلع أصلا شغالة مع العصابة وبتروح تشيل القناع من على وشه وبتضربه وبتقوله لو حاول يعمل نفسه شبه حتقتل الرهاين فطبعا بيستسلم وخلاص عشان مفيش حل تاني وبتاخده المضيفة وبتدخل بي الطيارة وبتقول للناس خلاص يا جماعة محدش يقلق أنا مسجد اللي كان عامل القلق ده كله وبعدها بتقعد وعافي على كرسي الطيار وبتخلي يكلم مركز القيادة ويعترف لهم أنه هو اللي خطف الطيارة وأنه هو اللي عمل كده عشان طرده زمان من الخدمة واللي بتسمع رسالته كانت بريام اللي بتعرف أنه عاوز يبعث لها رسالة مشفرة وبيقول لها على المكان اللي عايزين يفجروه فبتقفل معاه وهي معاها كل المعلومات اللي محتاجاها وطبعا بتبلغ الوزراء وبتاخده ترميه في أي حتة بعيدة عن القلق ده في الطيارة بقى المضيفة بعد ما خدت اللي كانت عايزة من أرون بتقرر إنها تقتله وتخلص منه وبيخلي الطيارة تميل شوية كده وده بيوقع المضيفة على الأرض فبيمسكها يضربها وبيخليها تبعد عنه في الوقت ده كانت القوات الجوية قررت تبع الطيارات عسكرية تتعامل مع الوضع وطبعا أرون ما كانش عارف يحرك طيارته كويس عشان في محركة حرق منها وبريام على الأرض بتعرف إن الهجوم الإرهابي ده عاوز يدخل في مكان كل ناس وقفة بتتظاهر ومستني رئيس الوزراء يطلع يقول بيانه فبتبلغ كل اللي في المكان عشان يهربوا قبل ما تحصل كرسة وفي الطيارة بيقدر أرن أخيرا إنه يضرب المضيفة ويخلص منها وبعدها بيبعد الطيار العسكري عنه وبيتحكمه هو في الطيارة مع إنه موتورها محروق رئيس الوزراء كان مستغرب للطياران العسكري عمال يهدد الطيارة وبيتصدم لما بيلا إن قائد الطياران العسكري اللي قاعد قدامه ده وعمال يحط الخطط من الصبح ده خين المهم إن قائد الطياران العسكري اللي طلع إرهابي هو كمان بيقتل اللي معاه في القوضة وبياخد بريام ورئيس الوزراء رهين وطبعا بيكلم أرن يقوله انت حر اعمل اللي انت عاوزه كده كده هتفضل تلف لحد مواقودك يخلص وهتنزلي وقتها بقى أنا هتعامل معاك بمعرفتي وفي نفس الوقت كانت باقي الخلية الإرهابية هجمت على المكان كله وقتلت كل حراس رئيس الوزراء وأي حد يقف قدامهم وبكده يعرف أرن إنه لوحده مفيش أي حد بيساعده ولا حتى يقوله المفروض يعمل إيه فبيقول الست اللي بتساعده في الطيارة دي أنا عاوزك تسقي فيها بس عشان أنا عندي خطة وبيفتح كتلوج الطيارة عشان يعرف كل حاجة في الطيارة بتتفتح منين وبيعرف إنه في مكان في مياه احتياطي جنب المكان اللي كله قنابل في باب الشنط فبيطلب من اللي بتساعده في الطيارة دي إنها تهبط بالطيارة وما تشغلش بالها بالمتفجرات وبيروح بسرعة يدمر طلوبة المياه اللي بتغرق القنابل وبكده مش هتنفجر لما الطيارة تهبط بس في مشكلة جديدة بتظهر وهي إن توازن الطيارة اختل بسبب المياه اللي دخلت الطيارة دي لما كانت في الحوية بتاعتها كانت الدنيا تمام إنما دلوقتي الطيارة بقى فيها وزن مختلف ودخل عجل الطيارة ما ينزلش وخلاص الطيارة المفروض هتغبط وطبعا ده كفيل إنه يكثر هيكل الطيارة كله فبيفضل يحاول مع العجل يدوي كده الحد ما بيقدر يفتحهم في الوقت المناسب ودلوقتي بقى بتبقى مهمة اللي بتطير عشان لازم توقف الطيارة قبل ما تخبط في المبنى اللي فيه رئيس الوزراء وفعلا بتنجح في مهمتها أرون بيوصل على طول بيلاقي الإرهابيين محاصرين المكان اللي فيه رئيس الوزراء وبريام فبينزل على طول كده من غير راحة وبيفضل يضرب عليهم نار وبيساعد الحراس لحد ما بيقفوا على رجليهم وبياخد هو سلاح من واحد من اللي خلص عليهم وبينزل ضرب في باقي الجنود لحد ما بيدخل جوه المبنى ومحدش قادر يقف قدامه ولما القائد بيلاقي إنه ما فيش فايدة ومحدش هيعرف يوقف أرون بيقوله خلاص لو لمست واحد ثاني من رجالتي هقتلك بريام حبيبت القلب فأرون ما بيقدرش يتحرك وبيروح يسلم نفسه وبيقعد قدام بريام يعترف لها إنه لسه بيحبها وده عشان قلبه ضعيفه وما قدرش ينسى النهر ميته من كم سنة والقائد وقتها بيقولهم حلو قوي الحب اللي ولع في الدرة ده أنا بقى هولع في الحب ده بجد وبيحط متفجرات في كل حتة في المبنى وبيبقى في مفتحين المفروض يدوسوهم مع بعض عشان يفجر المكان بس قبل ما يعمل أي حاجة بيفك أرون نفسه وبيمسكه وبيضربه بس بريام طلعت صيعة وأخدت معاها واحد من المفتحين وحتى لما جرب إنه يضحب نفسه ويفجر المكان بهوى وأرون ما بيعرفش فبيقرر إنه يقتل أرون بأديه وفي الأول كالعادة يعني كان أقوى بكتير من أرون وبيفضل يضرب فيه لحد ما أرون بيفقله وبيغفله وبيطلع له سكينة كانت معايا من الطيارة وبيضربه بيها بس القائد المستفز ده برضو بيفضل يتريق على أرون وبيقوله انت ناكرة ولا تسوا حاجة وإن حبيبته ما بتحبوش إنما كانت بتمثل عشان ينقذها مش أكتر وطبعا الكلام ده بيدايق أرون اللي بياخد واحدة من المتفجرات وبيرميها على القائد وبيضربها بالنار عشان يفجره وطبعا برا لما الناس بيشوفوا إن المكان بينفجر بيفتكروا إن أرون مات وبيفضلوا يعياته لحد ما بيلاقوا أرون طالع عادي ولا كأنه كان بيحارب ولاد أبو اسماعيل وبيطلع ياخد بريم بالحضن وبيقول لها خلاص بقى فكك من زمان أنا خلاص سمحتك وبيعيش اللي اتنين مع بعض من جديد وبس كده بيخلص فيلمينا النهاردة سلام